هذه هي حياة النازحين في مخيم السالمية جنوب شرقي الموصل واستبرك المياه والوحل الذي تسببت به الأمطار فيغرق المخيم الذي عان ما عان سابقا وحاليا من دخول مياه الأمطار عليه بدون استئذان زهراء عطية أم ستينية العمر إحدى النازحات مع عائلتها في هذا المخيم تبذل قصارى جهدها للتعامل مع غرق خيمتها بإخراج الأغطية والملابس لتشفيفها بعد أن أصبحت متمرسة على التعامل مع المياه التي تجتاح خيمتها في كل مرة المنام مو مفروش بالقاع يعدوب شناك وزتيناك بره يشخى المي الحصرانة تشواذر هاي كلها فعضت بالمي لحد الآن المي موجود ممتلكات زهراء التي لا تتجاوز بعض الأغطية والملابس والمدفأة الوحيدة التي حصلت عليها سابقا من أحدى المنظمات كلها مبللة تجهد في تجفيفها للاستفادة منها في قابل الأيام لمواجهة البرد القارس خصوصا مع قلة المساعدات الإغاثية التي يحتاج إليها النازحون وهي ليست وحدها بحاجة لمساعدات عاجلة بل مئة عائلة أخرى يضمها هذا المكان اللا إنساني الصوبات ما وزعوا والسنة ما أنطوا صوبة واحدة ونحن نجيبها منها نحولها منها نخاف عليها كل شيء ماقوش وخاصة أن هذه المنظمة كانت تنطي أحسن بين هذه الصعيمة علينا بنوبة شنها السبب؟ صار مطار وفيضانات صار وتبهد للعالم المواد ماله صار ماء وتلف الصوبات عندنا كله صار ماء كله المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة لمنظمة الأمم المتحدة في العراق طالبت الحكومة عدة مرات بتوفير الخدمات الأساسية والوقود لمخيمات النازحين التي تشهد أوضاعا مأساوية نتيجة الفيضانات والسيول وأكدت أن إعادة النازحين إلى مناطقهم الأصلية بعد إعمارها هو من صميم واجب الحكومة لإنهاء مسلسل مليون وثمانمائة ألف شخص مشرد أكثر من خمسمائة ألف شخص منهم يعيشون في المخيمات بحسب المنظمة الدولية للهجرة